ومرحبا أصدقائي من الكيبوت أوف كواليتي واليوم موضوعنا حيكون طريقة التنظيف اليومية الاعتيادية خلال فترة أزمة كورونا فيروس بالبداية لا سننفرق بين التنظيف والتعقيم التعقيم ما يكون فعال إذا إحنا ما منظفين المنطقة التنظيف هو إزالة الأوساخ أولاً وإزالتها بالماء والصابون الاعتياد اللي نعرفها المنتجات العادية اللي نستخدمها دائماً لإزالة الأوساخ وبعدها تبدي عملية التعقيم التعقيم بالمعاقمات اللي حبدي أذكرها لاحق طريقة التعقيم تختلف عن طريقة التنظيف طريقة التعقيم تحتاج زمن تحتاج وقد على مد يتفاعل المعاقم على الأسطح إحنا ما نحط المعاقم نتركها اللايقل عن دقيقة أو اقرأ تعليمات اللي موجودة بعضها يقول لك بأنه اتركها لمدة دقيقة وحدة أو اتركها لحين ما يجف يعني اترش المحلول المعاقم وانتظره يجف الهدف تريد تعقم المكان تريد تستفاد من هذا المنتج وبعدها تقوم بمسح طريقة المسح تكون بجهة وحدة ما يكون بجهة دائرية جهة وحدة جهة وحدة جهة وحدة عملية هي طيب شنو نعقم خلال هاي الفترة نعقم كل الأسطح والطاولات مقابض الأبواب، مفاتيح الكهرباء، الكيبورد، الريموت كونترول، للمكيف، للتلفزيون، أي شيء اللي احنا تلامسه بشكل يومي احنا وافراد عائلتنا عملية التعقيم، التعقيم نستخدم أيضا المعاقمات الكحولية اللي تكون 70% اللي موجودة بكثرة بالأسواق أما في حالة إذا أنت تريد التعقم وستوي محلولك التعقيم بنفسك فتقدر تستخدم هاي النسبة وهو تجيب 3.4 كوب من المبيض زائدا 3.7 لتر من الماء بهالطريقة أنت قدر تستوي معقمك إليك وتستخدمه ويكون فعال لا تنسى الرجاء من تستخدم هاي المكونات اللي بي لازم تخلي تهوية بالبيت أثناء التعقيم، لازم تفتح الشبابيك فعلا هي مؤذية، إنها بشكل كبير ممكن يسبب لنا مشاكل أخرى لاحظة مهمة جدا، لا تستخدم المبيض إذا كان إكسباير، شوف الإكسباير يداية ماتة، تاريخ الانتهاء المنتج مهم لأنه إذا عبر فترة تاريخ الانتهاء هو ما هيكون فعال، يعني هيكون بدون فائدة للبس الكفوف عند استخدامنا هاي المنظفات لأنه هي فعلا مؤذية للجلد وممكن نستبب لك مشاكل على المدى الطويل لأنه إحنا حاليا نستخدم بشكل يومي وبشكل دائم لا تخبط نهائيا المبيض مع النظفات بالبيت تريد تضيفها على مدرحة تصير أطيب، على مدرحة تصير أطيب، على مدرحة أنت ببالك فعاليتها تكون أكثر لا تجرب، لا تخبط هذا بمواد أخرى بها أمونيا مثل المنتجات الموجودة بالأسواق اللي خاصة بتنظيف الحمامات مثلا إذا ضيفها حسبب لك مشكلة كبيرة رجاءً هاي بنهاية مواد كيميائية والمواد الكيميائية إلها جوانب خطرة فنحاول قدر الإمكان نبتعد عن الآثار السلبية ونتقيد بهاي الشروط البسيطة اللي ومنعقد الأمور أكثر لنصارت مشاكل غوي على حسب مدى نشوف الفيديوهات اللي تنشر استخدامهم للكحول، قسم سوى حرائق، قسم يبلع هاي الكحول، قسم أطفال متواجدة بالبيت تأذت يعني نحاول قدر الإمكان نملع هاي المشاكل نقول لكم أصدقاء المتابعتكم إن شاء الله دمتم بصحة وخير اشتركوا في القناة